فعليات رياضية متميزة احتضنتها مدينة العالمين الجديدة في مهراجانها العالمية المتميز في نسخته الثانية وحزت رياضة كرة السلة اهتماما كبيرا من الجمهور كما شهدت زخما وإقبالا عربيا كبيرا نظرا لاشتراك لاعبين عرب في هذه المباريات مدينة العالمين الجديدة ليست فقط نقطة جذب سياحية ولكنها وجهة رياضية مهمة عبر استضافتها العديد من الفعليات ومنها بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة رجال وسيدات والتي تجرى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة الفكرة جات لمجلس إدارة المنطقة بتنفيذ فعالية من فعاليات النشاط عندنا نشاط كبير جدا فاخترنا اكبر سن موجود في الفعالية اللي هو درجة الاولى رجال وسيدات وقلنا لازم نعمله ان شاء الله في العالمين وفعلا الفكرة جات اول ما بدأ التنفيذ على طول نفزناها في التاريخ اللي اتفقنا مع المتحدة ومع Events Plus احنا طبعا بنعين الحكام وبنتابعهم وبنحاول ان احنا نعد اجيال جديدة تبقى موجودة وبنحاول ان احنا نتابع الحكام على طول عشان نبقى قضيت لأي حدث لعبة كرة السلة لعبة سريعة والتحكيم فيها بيتطور على طول احنا بنحاول نكون موجودين على طول معنا ثمان فرق من الرجال وأربع للسيدات يشاركون في المباريات النهائية للنشاط السنوي الذي تقيمه المنطقة بالاضافة لمشاركين من فرق سودانية وجنسيات اخرى والذين اشادوا بالاجواء التنظيمية والساحلية لمدينة العالمين الجديدة والتي خلقت اجواء تنفسية بروح رياضية جميلة وسط شواطئ وابراج مدينة العالمين الجديدة بطولات الصيفية بتبقى فرصة بالنسبة لي ان انا يعني اعمل لانا كنت بحبه المدة عشر سنين وكذا وطراح اللعبة على البحر تحفة يعني يكفي بس منظر البحر بنخرج خسرانين بس تماما احنا شايفين البحر هلا ايا ما شاء سواءا 5 on 5 او 3 on 3 بنحضر انه بدنيا لياقيا ومنشوات بنعمل تمارين بنعمل بوزيشينات بنعمل موشن يعني كذا قصة يعني الاجواء ما تتوصفش يعني هو احنا على البحر دي نعب بسكت فدي حاجة بتحصل في امريكا في ميامي لكن في مصر لا دي حاجة جديدة يعني فالاجواء لا يا جميلة والبراج ورانا واحنا قاعدين نلعب فمن هنا في بحر من هنا في براج فمن كل حتة في منظر جميلة هي اعمل مصر احسن مكان بجد في ناحية كان فيها قبل كده ريد بول فاينل كان بيلعب عند الاهرامات فهي مصر بجد فيها ما كان كتير او متميزة احنا نلعب فيها فدي احسن حاجة ان انا بصراحة ايجا لعب هنا اول مرة شارك في بطولة في بارة كهيرة وكده يعني بصراحة قبل كده حدد بس مش زي مثلا ساحل وكده فالاجواء بصراحة هنا حلوة ومختلفة ده الواحد حاسس هو في دولة وربية يعني ومشاء الله فده تغضم يعني حاجة والله انا سوداني وحاسس بالفخر بجد يعني تستمر منافسات كرة السلة رجال وسيدات بلقاء اخر يوم السادس عشر من الشهر الجاري يجمع مناطق القاهرة والجيزة والاسكندرية ضمن فعليات مهرجان العالمين الجديدة لتصبح المدينة مكانا جاذبا سياحيا ورياضيا بالاضافة لتميز المهرجان بالفعليات المتنوعة التي لا تتوقف على مدار اليوم محمود جميل التلفزيون المصري